صاحف في المعلومة اتقلل نضام حصمش. هايل. نروح للزمالك بقى. الزمالك حكايته كتير قوي. الليلة طويلة. قوي. شعناك كم واحد بقى? عد. بس كتير. طيب. نبدأ طبعا مع عبدالله السعيد. عبدالله السعيد هاتي الصفقة الابرز للزمالك فيه فضل انتقالات الشتوية. اللاعب اللي بيسعى الزمالك لضمه من ثلاثة واربع سنوات. انه الزمالك كده كده متارجة عبدالله السعيد. صفقة القرن المؤجلة. صفقة القرن المؤجلة. تمام. ضم الزمالك عبدالله السعيد وهو في عمره ثمانية وتلاثين عام. في ناس تقولك لا كبير ما تضمش لعب. حتى لو سنة ونص وعنه ثمانية وتلاثين سنة. وفي ناس هنا منهم. لانا لسه شايف عبدالله السعيد واحد من اهم خمس لعبين في مصر. حتى هذه اللعظة وهو عن ثمانية وتلاثين سنة. ولو استفيد منه سنة ونص هي بقى حاجة عظيمة. انت شايف الرأي الغالب ايه? وإدارة الزمالك فكرت ازاي وهي بتضم عبدالله السعيد. طيب خلينا ابدأ لك يا كريم الاول بسؤال محير للجمهور. اه. الزمالك جاب الفلوس منين? عشان السؤال ده تقال حتى بعد فك القيد وتقال حتى اه وقت لما الزمالك كان بيخلص اتفاقاته. والله يالسؤال ده احلى بالسؤال بتاعي. اعترفته. اعترفته على هوا. اعترفته. السؤال ده احلى. فا اه. بس اقول ان انا انا اتسألوا لك لما نخلص كل السباقات اقول لك بقى ايه? ايه اه? ايه? بدأنا بيه بحق. طيب. اولا اللي تقال ان الزمالك حصل على بعض القروض. اه. انا بأكدلك الزمالك لم يحصل على اي قرد من اي نوع منذ تولي مجلس حسين لبيب. اه المهمة الادارية لنادي زمال. ده مبدايا. ماشا. اه. الزمالك جاب فلوسه منين? فلوس القيد كانت بتتجمع من قبل الانتخابات كريم. بناءا على كبيرة من القائمة الموحدة ان هما كده كده هيكسبوا. ده كلام اكيد. طبعا بمساعدة من رجال الاعمال. ولكن ان كان طبعا الاتفاق مع سبورت انجليش بونا اه كان محفزهم شوية ان هما ما يجمعوش المبلغ كله عشان نقصة الغرامة. بس مع رفض النادي البرتغالي تم ايه اه يعني تجيئ المبلغ بشكل كامل ويقدر به اثنين مليون ونص